تعددت حالات الانتحار بعد تدهور الذي شهده الاقتصاد التركي تحت حكم أردوغان والذي تسبب في ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار بنحو 30% في إشارة ليست بجديدة للوضع الاقتصادي المأساوي الذي تعيشه أنقرة منذ سنوات 14% نسبة البطالة في تركيا قابلها عجزا من الحكومة لتوفير فرص العمل لتشهد معدلات التضخم ارتفاعا ملحوظا خلال العام ونصف العام الماضيين مسجلة أكثر من 12% خلال يناير الماضي لتبلغ أجمالي الزيادات في فواتير الكهرباء 70% وفواتير الغاز الطبيعي نحو 53% وقيمة إيجارات المنازل نحو 16% الليرة التركية تسيطر عليها الخسائر ومسلسل نزيف قيمتها أمام الدولار الأمريكية توصلوا مسجلة نحو 6 ليرات الأمر الذي دفع البنك المركزي التركي للتدخل في أسعار الصرف من خلال بيع أكثر من 40 مليار دولار من العملات الأجنبية خلال العام الماضي التراجع الذي يسيطر على قيمة الليرة التركية والمؤشرات السلبية للاقتصاد دفع وكالة فيتش مع نهاية العام الماضي لتخفيض التصنيف الاقتماني لتركيا عند مستوى بي بي كما حذرت وكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الاقتماني من ارتفاع المخاطر بشأن تمويل تركيا لديونها من الخارج في إشارة على أن الاقتصاد الأردوغاني يتجه نحو حافة الهوية